السلام عليكم طلابنا حبائبنا اليوم رح نبلش بهاي المحاضرة اللي هي عنوانها الهارت اناتومي تشريح القلب هاي المحاضرة واقعا إذا نجي نشوفها هي مو من ضمن المحاضرات اللي موجودة ضمن الموديول ما لتنا اللي هو الكارديو باسكولار سيستم يعني منتج لتسلسل المحاضرات هاي مو من ضمنهم أنا رح أشرح إن شاء الله كل محاضرات الكارديو وأخليهن بقائمة تشغيل بالقناة تمام بس هاي المحاضرة هي شنو هي أساسيات لتشريح القلب أنت كطالب لازم تعرف هالأساسيات هاي حتى من تدخل لي تشريح القلب تعرف شون تتعامل ويا وإلا صدقني رح تعاني وراح تاخذ من وقتك الحدمة أنه أنت تضبط تشريح القلب اللي هو صائر بأول محاضرتين بالمادة فأني حتى أسهل عليك شغلك وأسهل عليك التشريح مال القلب جمعت هاي المعلومات اللي رح تفيدك بشكل كبير وأنت ورا ما رح تشوف هاي المحاضرة صدقني رح تستفاد بنسبة كبيرة هنا رح نبدي بالإنترودكشن مال المحاضرة هذه لازم نعرفوا أنه هو القلب شنو بالأصل الهارت is the main organ in the cardiovascular system يعني القلب اللي هو هذا هو العضو الرئيسي في الجهاز القلبي الوعائي إذن إحنا عدنا جهاز أكو اسمه الجهاز القلبي الوعائي cardiovascular system now cardio means heart cardio يعني القلب زيان elvascular يعني وعائي يعني يتكون من أوعية دموية والأوعية الدموية اللي يعدنا في هذا الجهاز هم شرايين أو شعيرات دموية system يعني أنه هو جهاز تمام لو مو تمام زيان ورها شي يقول يقول works like a bomb القلب يعمل كمضخة for sending blood لإرسال الدم to other parties لأجزاء أخرى of the body إذن القلب رح يعمل كمضخة حتى يرسل الدم لأجزاء أخرى من الجسم كذلك هو يستلم الدم وبعدين يرجع يرسله وهكذا تستمر دورة دموية إحنا حتى نعرف نتعامل ويا القلب وتشريحه وهالأمور هاي رح لازم أنه نعرف موقع القلب المشكلة عند الطالب هنا إنه هو حسبا لموقع القلب يطفد عبارة عبارتين وانتهى موقع القلب لكن هنانا الموقع ما للقلب وأني دائما أنطهي المثال هذا من آني أقول العراق يقع في قارة آسيا صح من آني أقول العراق يقع في الوضان العربي هم صح اثنين هم مواقع واثنين هم صح إذن رح ندرس موقع القلب من أكثر من جانب وكل هاي الجوانب إن شاء الله تكون صحيحة زيان هسا عندنا location of the heart موقع القلب وين صاير in the midline of the thoracic cavity يعني وين في خط الوسط مالة من مال thoracic cavity هذا هو thoracic cavity تجويف الصدر زيان thoracic cavity هذا هو مثل ما قلنا أمامنا وهو هذا القلب صاير في وسط thoracic cavity cavity يعني تجويف thoracic يعني صدر زيان وين تحديدا between the two lungs يعني بين الرئتين عندنا هاي رئة وهاي رئة وهذا هو القلب صاير بين الرئتين تمام لو مو تمام زيان هذا هو الموقع مال القلب بين زاوية أخرى إنه قلنا صاير محصور بين الرئتين موقع آخر هو إنه القلب صاير وين restis on the diaphragm يعني يستقر على ال diaphragm هسا عندنا في هذا الرسم الخط الأحمر هذا اللي هو هنا هو الحجاب الحاجز اللي هو ال diaphragm diaphragm يعني حجاب حاجز القلب هنا أنا مستقر على يمن مستقر على الحجاب الحاجز مستقر على الحجاب الحاجز زيان إحنا هسا نريد شوية نفصل موقع القلب أكثر بالنسبة للقفص الصدري بس أنا لازم شنو أعرف لازم أعرف تشريح القفص الصدري نفسه لأنه إحنا ما دارسي في ما سبق بالمرحلة الأولى بالمرحلة الأولى ما درسنا تشريح القفص الصدري أصلا تشريح ما درسنا نظام الموديول فهذا شنو عدنا هنا عدنا هنا الأناتومي of the thoracic cavity تشريح القفص الصدري أو تجويف الصدر بالأصح يقول the thoracic cavity التجويف الصدري consistence of rib cage يعني التجويف الصدري يتألف من شنو يتألف من القفص الصدري زين rib cage هذا اللي عندنا هنا بالصورة من ين يتألف rib cage اللي هو القفص الصدري يتألف من شنو يتألف من ribs والcostal cartilage والsternum والintercostal muscle شنو معنا هذا الكلام يعني معناها هذا القفص الصدري يا طلاب اللي عندك هنا اللي هو ظاهر على الصورة متألف من أجزاء شوف هذا الجزء الأول من القفص الصدري اللي هو شنو اسمه اسمه اللي هو العظماية هاي اللي ملونة بالأخضر اللي هي عظمة القفص الصدري يم هاي العظماية اكو شنو اكو هنانا غضاريف اسمهم costal cartilage هذول اللي بالأصفر اللي آني هسا جاء أشر عليهم عددهم كم غضروف عددهم اطنعش غضروف عددهم اطنعش غضروف والcostal cartilage عددهم اطنعش هاي ضروري تعرفها وعدنا ايضا هنانا هذا اللي بالأزرق اللي هنانا على صفحة هذولا اضلاع شنو هذولا هذولا اضلاع ربس زيان اذا انا عندي القفص الصدري رح يتألف من هاي الاجزاء رح يتألف من الاستيردم اللي هي عظمة القفص الصدري ويم الاستيردم اكو غضاريف اكو costal cartilage واكو ربس اكو اضلاع بقى شنو بقى هاي الانتر costal muscle قد يسأل عنها طالب شنو قضيتها هاي العضلة اللي صايرة بين يعني رب ورب ثاني بين ضلع وضلع هاي تتحكم في حركة الاضلاع هاي هي عضلات صايرة هنا صايرة بين الاضلاع زين زين هسا وراها شنو هذا الثراس الكافتي عرفنا امنين يتكون امنين يتشكل يعني عرفنا تشريحها بشكل عام زين هو هاي هي شغلات تشريحية دائما يعني تكون بس هما ما ينطوها بهالشكل هذا بالجامعات مالتنا انما يعني يقول القلب موقع كذا بالقفص الصدري خلف كذا امام كذا بس انت ما تعرف شنو استيردم مثلا هاي هي الاستيردم دليناك عليها عظمة القفص الصدري زين هس احنا شنو عدنين داخل هذا الثراس الكافتي اش راح يكون اكو بعد احنا معرفنا انه الرب كيج هو اللي راح يشكل لنا الثراس الكافتي يعني القفص الصدري هو يشكل لنا التجويف هذا القفص شكل لنا التجويف زين التجويف مال القفص الصدري شنو بداخله اكو التولانجس الرئتين and the heart are located in the rib cage موجودين وين موجودين بالرب كيج وراها شي يقول قول the diaphragm is located below the rib cage يعني شنو يعني احنا عدنا الحجاب الحاجز هنانا صاير تحت من تحت القفص الصدري زين زين هس هنانا راح ياخد موقع القلب بالنسبة للقفص الصدري القلب هذا راح يصير مكان هنا بالقفص الصدري زين هذا هو موقع القلب بالنسبة للقفص الصدري راح نجي نقرأ يقول behind the sternum شنو behind the sternum يعني خلف عظم القفص الصدري وهو صدق هذا عظم القفص الصدري زين والقلب صاير وراه مثل ما جاي تشوف behind the sternum زين between second and sixth coastal cartilage يعني شنو بين second and sixth coastal cartilage يعني بين هذن الغضاريف مو انا قلنا عدنا هنا نطمعج غضروف هو صاير بين ثاني غضروف وسادس غضروف القلب بين هذن الغضاريف زين فهو من حيث الغضاريف مال القفص الصدري صاير بين ثاني وسادس غضروف زين بعد الشي يقول يقول أيضا lies within the pericardium يعني موجود داخل غشاء اسمه الpericardium القلب يعني يحوطه غشاء اسمه الpericardium وهذا الpericardium راح نتعمق به بعد شوية زين هسا أصبر لي على هذا زين بعد الشي يقول يقول lies within the pericardium هو موجود داخل الpericardium in the middle of mediastinium في وسط الميدياستينيوم شنو هي الميدياستينيوم هاي الكلمة الجديدة علينا زين الميدياستينيوم what is the mediaستينيوم الميدياستينيوم it is the middle part of the thoracic cavity هسا هذا هو تجويف القفص الصدري هذا هو الميدياستينيوم الجزء الوسطي مالت من؟ مال الثراس الكافتي يعني مال تجويف الصدر هاي هو فعليا هنانا صاير القلب راح يكون بوسط الميدياستينيوم زين يعني هاي منطقة صايرة وين بالقفص الصدري بوسط تجويف القفص الصدري زين located in the space between the lungs يعني هاي الميدياستينيوم صايرة بالمساحة اللي هي بين هاي اللنغ وهاي اللنغ بين الright lung والليفت لنغ زين the heart is located in the middle of it يعني القلب راح يكون موجود وين بنص الميدياستينيوم خلينا نقول هنا زين عيني اذن هاس خافي يسألك على موقع القلب نسبة للميدياستينيوم او الميدياستانيوم اكو بهم يشي لفظوها ما اعرفوا اللفظ على واتش الدقة بس احنا اهمشي الصورة والفكرة العلمية القلب راح يكون في وسط الميدياستينيوم زين هسا ش راح يسأل القلب راح يعني موقعه بالنسبة الى العمود الفقري زين القلب موقعه بالنسبة الى العمود الفقري وين صاير صاير in the front of thoracic vertebrae between 5th and 8th thoracic vertebrae يعني هسا عاني العمود الفقري هو ش اسمه اسمه vertebral column من يسألني راح يقول what is the location of heart due to vertebral column ما موقع القلب نسبة للعمود الفقري هذا هو اللي بالرسم كله هو عمود فقري العمود الفقري هو 33 فقرة راح يكون انا عندي جزء من هاي الفقرات 12 فقرة اسمهن فقرات المنطقة الصدرية كم فقرات 12 فقرة زين هنه فقرات المنطقة الصدرية القلب راح يكون امام فقرات المنطقة الصدرية لكن بين يا فقرة ويا فقراء بين الفقرة الخامسة والثامنة من اصل 12 زين وهو راح يكون شنو راح يكون امام الثراسك فيرتبري امام الفقرات الصدرية بين الفقرة الخامسة والثامنة من فقرات أو من الفقرات الصدرية حسن شنو رح يجي يدخل مباشرة بتشريح القلب خلييني بتشريح القلب الأجزاء المهمة كلها يعني شكوا شيء أنت رح تحتاجه بتشريح القلب خليتلكم يا آني هنا زين مبدئيا آني عندي بالبداية القلب نحن نعرف كلنا متألف من أربع غرف يعني رح نيجي أول شيء على الهارت على الغرف مال القلب الهارت متألف من أربع غرف شنو هذول الأربع غرف الright atrium والleft atrium والright ventricle والleft ventricle هذول هم الغرف مال القلب شوف أعيد لك هنا بس انتبه لي على رسم أكثر حتى تتعود على الأماكن هذا هو الright atrium تمام لو متمام هذا هو موقع الright atrium وهذا هو موقع الleft atrium بالنسبة للventricles هذا هو وهذا هو الright ventricle وهذا هو الleft ventricle زين عيني زين أكو منطقة اسمها الكوروناري سالكس الكوروناري سالكس exist between them يعني الكوروناري سالكس صارت بين them بين منهم منه بين الآترية الأثنين والفنتريكل الأثنين شو خلي نشوف الصورة هسا أنا عندي المفروض أجزاء الأذين وهنا عندي البطئين بياناتهم رح تكون أكو منطقة بين الأذينات أثنين هم والبطينات أثنين هم اسمها الكوروناري سالكس اسمها شنو اسمها الكوروناري سالكس زين فخاف يسألك على موقع الكوروناري سالكس رح تقول له يا أما between the two atria and the two ventricle أو تقول له جواب آخر تقول له between the base of the heart and the apex of the heart يعني بين قاعدة القلب وقمة القلب هسا رح يجي طالب يقول شو هاي القاعدة صايرة فوق زين والقمة صايرة جوا هاي من خصائص القلب انه هاي شي دائما يقولون على هذا الجزء السفلي ما تتل أبكس ويقولون على الأذينات اثنين هم يقولون شنو يقولون الباس ما تتل القاعدة ما تتل زين من خصائص القلب دائما هاي شي القضية هاي احفظ ليها نفس ما هي زين هسا شنو عدنا وراها عدنا وراها the two atria the two atria رح يجي يحجي على الأذينات اثنين هم الأذينات ذولة شبيهم يقول they are right and left atria هما الأذين الأيمن والأيسر نشوف هذا الright atrium زين وهذا هو الleft atrium زين هما شنو وظيفتهم push the blood to the ventricles يدفعون الدم للventricles يعني إذا عدهم في الدم هنا معين بالright atrium يندفع للventricles وإذا أكو دم بي left atrium هما يندفع للventricles يعني اثنين هم هما شنو رح يدفعون الدم للبطين الفنتricles يعني بطين والأتريم يعني أذين زين شي يقول وراها يقول وراها the walls are thin يعني جدرانهم جدران الأذينات اثنين هم جدران الأذين الأيمن والأيسر تكون thin تكون رقيقة زين هسا رح يجي يسولف على المن رح يجي يسولف على the two ventricles the two ventricles يعني البطينات الاثنين دائما نحن نقول هالقضية هاي أنه الأذين يصير بالأعلى والبطين يصير بالأسفل زين البطين يعني مو مثل الأذين بقضية أنه قبل شوية الأذين قلنا أنه هو يدفع الدم للبطين اثنين هم سواء أذين أيمن أو أذين أيسر يدفع الدم للبطين زين بس البطين كل بطين رح يدفع الدم المكان فآسا أنا عندي الفانكشن يعني الوظيفة مال الرايد فندريكل الوظيفة مال البطين الأيمن البطين الأيمن يودي الدم للرئتين وهذا الشي رح نشوفه بعد شوية لما ندرس الدورة الدموية بينما البطين الأيسر يودي الدم للبطين للجسم زين يقول في دفير إن شي شلون إنه هم يختلفون بالشكل خلينا نشوف هذا هو القلب هذا هو القلب بس ركزوا إيايا أخذنا سوينا له أخذنا سوينا له تشريح مقطع عرضي يعني قصيناه بالعرض نفس ما جاي نشوف هاي صفورة زين فسوينا مقطع عرضي المن للقلب زين اجهنا نريد نشوفه من القلب تحديدا البطين فكان القطع من جهة البطين طبعا زين فشفنا أنه البطين البطين الأيمن يختلف شكلا عن البطين الأيسر شوف البطين الأيمن صاير شكله مثل الهلال بينما البطين الأيسر صاير شكله مثل من صاير شكله مثل الدائرة زين هذا أول اختلاف من حيث الشكل طبعا شكلهم مختلف زين بعد شنو بعد لاحظوا شغلة ثانية أنه الجدران مالت من مال يعني جدران شنو جدران هذا هم أسمك بثلاث مرات من هذا يعني إذا هذا سمك ثلاثة فلازم ذاك سمكة واحد أو بالأصح إذا نقول سمكة واحد رح نقول أنه سمكة ثلاثة أنا أكثر سمك من عنده بثلاث مرات شفت المعلومات هنا جيد سهلة وبسيطة هو هذا سيكون لدينا القلب أغلبنا سندرس هذه بالمحاضرات الجاية ولكن عندما تكون مخبوطة مع فسلجة وتكون مخبوطة مع فيزياء تصعب عليك يعني أكتئت أنه أعزل هنا بها المحاضرة حتى تسيطر جيد باو عس هنا عندنا الهارت فالفز الهارت فالفز يعني صمامات القلب الصمامات مال القلب يعني هذول اللي صارين بين الغرف أو اللي ينقلون الدم خارج الغرف الغرف اللي بالقلب هم منه احنا قلنا هم الأذين الأيسر والأيمن والبطين الأيسر والأيمن الصمامات يعني هم الصمامات هم الصمامات ما الفرق بين هذول النوع من الصمامات هذول النوع الأول وهذا النوع الثاني هم الترايكوسبي والميتر والفالف وين هم بالرسم هذول 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 وهذا الميتر الفالف نشوف هذول الترايكوسبي والفالف وهذا الميتر الفالف شوف الترايكوسبي يعني وين صار هذا تقريبا بين الرايت آتريم والرايت فينتريكل إذن هو يعني راح ينقل الدم من الرايت آتريم للرايت فينتريكل مو صحيح هذا الترايكوسبي اللي هو الصمام ثلاثية الشفرة ولاحظ شكله هو فعلا صار ثلاثية الشفرة تمام هذا راح ينقل الدم من الأذين للبطين وهذا هو أول صمام من أنواع الصمامات اللي هم آتريو ventricular valve هم من اسمهم آتريو ventricular valve شوف الاسم مالتهم آتريو ventricular valve يعني بين الآتريم وال ventricle الثاني اللي هو هذا الصمام الميتر valve اللي هو يسمو بايكوسبي valve ثنائية الشفرة هاي شفرة وهاي شفرة زيين هذا ينقل الدم من Left Atrium Left Ventricle إذن هم هذا همه رح ينقل الدم من الأذين للبطين شفت شلون فأني عندي Atrio Ventricular Valves هذوله اللي هم اللي ترايكوصبت فالف والميتر الفالف رح ينقلون الدم من الأذين للبطين بينما بالنسبة إلها السيميلونر فالفز هم شنو هم عبارة عن بالمونري وأورتك فالف هذول السيميلونر فالفز وين هم هذا هو البالمونري فالف وين هذا وين رح يود الدم هذا رح يود الدم للرأة يعني يطلع خارج القلب بينما الأورتك فالف اللي هو الصمام الأبهر رح يود الدم إلمن للشريان الأبهر همين يعني يطلع هين يطلع خارج القلب مبدئيا أنا عندي ترايكوصبت فالف اللي هو ثلاثية شفرة صمام ثلاثية شفرة اسمه الصمام التاجي بالترجمة ما يمكن يطلع لكم الأورتك فالف الصمام الأبهر البالموناري فالف الصمام الرئوي وأنا أذكرك أنه كل كلمة بالموناري يعني فتشيء إلى علاقة بالرئة بالموناري فالف صمام رئوي بالموناري آرتري شريان رئوي بالموناري فين وريد رئوي فهالكلمة هاي وينما أخليها تعني رئة زيان المهم هسه هنا لازم أنه ناخذ الدورة الدموية هذا الرسم هو رسم مبسط من عندي حتى أوضح لكم بالموضوع لا يأتي طالب يقول لي هذا رسمك مو صحيح أو شيء هذا توضيح وتبسيط للموضوع أو يأتي واحد يقول لي رسمك مو دقيق جاي أريد أوضحه وأبسط الموضوع شوف الدورة الدموية شنو إنه شلون الدم رح يطلع من القلب ويروح السائر أنحاء الجسم وبعدين يرجع للقلب هي هاي اللي هامتنا أنه ندرسها بالدورة الدموية مبدئيا رح يكون أكو دم هذا الدم اللي هو حاليا بالرائة آتريام شنو هذا الدم هذا الدم اللي رسمناه باللون الأزرق ليش رسمناه باللون الأزرق لأنه ما بي أكسجين فمن الدم ما بي أكسجين رح أسميه دي أكسجينيت بلت يعني دم غير مؤكسج القاعدة شو تقول يا طلاب أنه كل دم بأي آتريام سواء رايت آتريام أو لفت آتريام يعني سواء في الأذين الأيمن أو الأذين الأيسر لازم يروح وين لازم يروح للفنتريكل يعني لازم يروح وين يروح لهذا الفنتريكل اللي هنا زيان عن طريق شنو يروح للفنتريكل يعني الدم يطلع من الأذين للبطين عن طريق شنو عن طريق صمام الصمام اللي هو بين الأذين الأيمن والبطين الأيمن هو منه هو الترايكوسبت فالف فرح يمشي الدم عن طريق الترايكوسبت فالف ويوصل إلى الرايت فينتريكل إذن من الرايت آتريام للرايت فينتريكل اللي ينقل الدم لترايكوسبت فالف الصمام ثلاثي الشفرة إذا سألك عن وظيفة الصمام ثلاثي الشفرة شنو راح تقول له راح تقول له أنه هو ينقل الدم من الرايت آتريام للرايت فينتريكل زين وبعد راح تقول له همينه أنه هو يمنع التدفق العكسي للدم يعني شلون تدفق عكسي للدم يعني الدم هذا مؤجهناه راح للright ventricle شنو اللي يضمن هذا الدم ما يرجع للright atrium شنو اللي يضمن هو الصمام هذا نفسه راح ينست يخلي ما يرجع وضحت الفكرة يعني يخلي ما يرجع بالعكس يخلي مساره واحد يخلي مسار الدم من الright atrium للright ventricle وانتهى يعني ما يخلي ينقلوا بالمسار ما للدم من البطين للأذين لا يصير هذا الشيء لازم من الأذين للبطين تمام لو متمام زين حس تتركزوا إياه هنا يقول شنو يقول هذا الدم بعد وصل لي الفنتريكل إحنا أي فنتريكل لازم شي يسوي لازم يطلع الدم خارج القلب الرايد فنتريكل وظيفته قلنا عليه قبل شوية يودي الدم المن يودي الدم للرأة زين هنا لازم أكو شريان حتى يطلع الدم خارج القلب اللي يطلع الدم خارج القلب هو شريان بما أنه رايح للرأة فرح أسميه бойمونوري آرتري شريان رأوي الرايد فنتريكل يريد يطلع هذا الدم اللي هو dioكسجينيتد يودي هنا يودي للبالمونوري آرتري بس ما يقدر هي يجري لازم أكو صمام هذا الصمام اللي هو اللي هو الصمام الرأوي شرح يسوي رح ينقل الدم من الرايد فنتريكل لل beneو إذن البالمونوري فالب رح ينقل الدم من ال right ventricle لل pulmonary artery رح يمشي الدم ويروح للرأة عن طريق طبعا pulmonary artery منوصل للرأة الرأة رح تضطي أوكسجين للدم فرح يصير الدم ورح يصير باللون الأحمر زيان رح يطلع الدم من الرأة ويروح للقلب كل شي رايح للقلب هو شنو هو وريد هو vein زيان فعن طريق pulmonary vein الوريد الرئوي رح يوصل الدم لل left atrium يعني للأذين الأيسر وصل الدم لل left atrium وإحنا لازم نعرف هالمعلومة هاي أنه الدم لما يكون بال left atrium يا طلاب أو بال right atrium يعني أي atrium يعني أي أذين بالدنيا الأذين لازم يضخ للبطين بس هنا هميا لازم أكو صمام ينظم هاي العملية يا صمام رح ينقل الدم من left atrium إلى left ventricle رح تقولي الميتر الفالف الميتر الفالف هذا رح ينقل الدم من left atrium إلى left ventricle وصل الدم لل left ventricle ما طول وصل الدم للبطين فالبطين لازم يطلع الدم من القلب البطين الأيسر وظيفة يضخ الدم إلى سائر أنحاء الجسم البطين الأيسر وظيفة يضخ الدم إلى سائر أنحاء الجسم زيان لازم يضخ الدم إلى سائر أنحاء الجسم عن طريق شنو؟ عن طريق شريان اسمه الأورتا اسمه الشريان الأبهر بس حتى يوصل هذا الدم من البطين الأيسر للشريان الأبهر نحتاج صمام اسمه الصمام الأبهر فراح يجي هنا الأورتك فالف ينقل الدم من اللفت فنتريكل يوديه للأورتا من يسألك على وظيفة الأورتك فالف راح تقوله أنه يرسل الدم من اللفت فنتريكل إلى الأورتا ويمنع التدفق العكسي من الأورتا لللفت فنتريكل يعني ما يخلي الدم يمشي بالعكس ينزل من الأورتا لللفت فنتريكل هم كلهم الصمامات عموما ياطلاب وظيفتهم أنه يمشون الدم من كذا مكان الكذا مكان وتقوله أنه يمنع التدفق العكسي هيتش راح تكون صياختك للقالب مال الفونيكشن مال الفالفز مال الصمامات زيان أي صمام يسألك عليها أريدك تجاوبه بها الطريقة هاي زيان القلب إلى جدران القلب شنو القلب إلى جدران زيان الجدران مال القلب أكيد كلكم تعرفوهم من هم جدران القلب الاندوكارديم والمايوكارديم والبريكارديم الاندوكارديم هو الجدار الداخلي للقلب المايوكارديم هو الجدار المتوسط ما طول أكون مايو يعني عضلة كارديم يعني القلب يعني بالطبقة المتوسطة أو الجدار المتوسط مال القلب هناك راح تلقى عضلة القلب البريكارديوم هو الخارجي وكش بري هو خارجي إذن الجدار الخارجي هو البريكارديوم هذه الصورة هنا يا طلاب نحن نشوفها أخذ الجدار مع القلب وكبرهم على صفحة أخذ هنا صورة مكبرة لهم زيان فالجدار الداخلي هي expert وهو الجدار الداخلي مع القلب الوسط هو المايوكارديوم هنا العضلة القلبية هنا هذه العضلة هنا يصير التقلص والانبساط بالمايوكارديام بالجدار الوسط القلب رح يكون شنو إحنا عدنا هنا رح يكون إحنا عدنا هنا الجدار الخارجي اللي هو البريكارديام مؤلف من عدة طبقات مؤلف من عدة طبقات هاي الطبقة شي يسموها هاي اللي أشرتها بالأصفر يسموها شنو يسموها إبي كارديام اللي هي عبارة عن فيزرال لايار طبقة حشوية طبقة حشوية طبعا هاي من أجزاء البيريكارديوم مقسوم لهذه الطبقات الخطوط المجموعة يعني البيريكارديوم مقسم لهم إذن أول شيء عندي هو جزء من البيريكارديوم وهي عبارة عن هذا اللي هو بالأحمر اللي هو هذا بالأحمر هو شنو اسمه اسمه بارتيال ليار Partial layer Partial layer أو Serious Barycardia ما يسمو هذا اللي هو بالأحمر إذن حس آني من الأخير يقولوها دائما الدكاترة شلون يقولون Visceral layer اللي هي هاي وشنو و Serious layer اللي هي هاي بين ال Visceral layer وال Serious layer أكو Barycardial cavity اللي هو هذا بين ال Visceral layer وال Serious layer شنو أكو أكو Barycardial cavity Barycardial cavity زين وبالخارج كلش أكو طبقة شنو اسمها أكو طبقة اسمها Fibrous Barycardium Fibrous Barycardium يعني الطبقة اللي هي Barycardium Fibrous يعني اللي فيها تكون زين فمن يسألنا على جدران القلب يا طلاب راح تقولولا جدران القلب هنا ثلاثة Endocardium Myocardium Barycardium لما أقول ال Endocardium فهي الطبقة الداخلية زين المايوكارديم فهي الطبقة الوسطى ال Barycardium فهي طبقة خارجية متألفة من Visceral متألفة من شنو Visceral Layar Visceral Layar زين وسيغس Layar Visceral Layar وسيغس Layar بياناتهم شنو أكو بياناتهم تجويف شنو اسمه التجويف اللي هو بين Visceral Layar والسيغس Layar اسمه Barycardial Cavity زين ومن الخارج هذولا كلهم يحيطهم شنو يحيطهم Fibrous Barycardium Fibrous Barycardium موضوع سهل ما بيش يعني جاي تشوفونا هسا يجينا إلما إلى الأورتة الأورتة يا طلاب هو شنو هو الشريان الأبهر هذا كل حشينا هسا من نويش رح يكون على الأورتة أنه هذا الشريان الأبهر اللي رح يطلع من القلب ويضخ الدم إلى سائر أنحاء الجسم شنو هي أجزائه مبدئيا نباوع على رسم الأورتة متألف من Ascending وArch of 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 descending of 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 Descending أورتة هذول شنو هذول أجزاء الأورتة اللي هم هنا همين أنا كاتبهم وذاكرهم هنا الأورتة قلنا أنه شنو أنه يضخ الدم إلى سائر أنحاء الجسم فطبيعي أنه رح يكون بتفارعات هواي يعني مثلا يكون عنده left subclavian artery هذا صاير يمن الكلافيكل زين يعني صاير يمن الكلافيكل أنه الكلافيكل قوة زين بس أنت حاليا ما مطالب بهذا الكلام لأنه مو موضوع يعني هذا الجزء اللي هو بالأعلى مو موضوع يعني left subclavian artery مو موضوع left common cartoid artery هم مو موضوع right common cartoid artery مو إلنا حاليا زين right subclavian artery من ريده lebrachiocephalic artery من ريده يعني ما راح حاليا شنو مو بهذا الموضوع مو بهذه المحاضرة تحديدا جوزب غير محاضرات تأخذهم بس أنا أحكي لك عن هسه مو هذني اللي راح نتعمق به لا راح نتعمق بالright coronary artery وبالleft coronary artery يا بو يا ذول شنو قضيتهم ومن ينطلعوا زين أنت إذا سألك بالامتحان طبعا من خلال فهمة لغا س مش راح تقول راح تقول أنه مثلا إذا سألك على right coronary artery من ين ينشأ راح تقول لهم من هو مو غلط صح بس بالامتحان يريدك أدق أكثر بشوية من هذا الشي صح الأورتة اللي هو الشريان الأبهر من عنده طالعات right coronary artery و left coronary artery بس انتبهلي شوية هنا هو يريد الجواب ماتك على وجه الدقة هذا يا طالب يا حباب هذا الجزء اللي هو قبل هنا جوه منه قبل جوه الأورتك فالف تمام قبل جوه الأورتك فالف فحتى أني أعرف هذول منين جايين لازم أني أروح أشرح القلب وأشوف الأورتك فالف شنو متفرع من عنده ومن التفرعات أشوف يجوز هذول جايين من الأورتك فالف right coronary artery و left coronary artery right coronary artery اللي هو الشريان التاجي الأيمن و left coronary artery اللي هو الشريان التاجي الأيسر زيان حسا أني شنو عندي هنا أنا عندي هنا يا طلاب هذا القلب قصيته بالعرض هذا مقطع عرضي جيت أباوع له عندي مبدئيا اللي تراي كوسبيد فالف اللي هو الصمام ثلاثية الشفرات البايكوسبيد فالف اللي هو شنو اللي هو الصمام ثنائية الشفرة هذا مبين ثلاثية الشفرة واحد اثنين ثلاثة وهذا ثنائية الشفرة هذا البالموناري فالف اللي هو الصمام الرئوي زيان وآني عندي الهوسة كلها والخبصة كلها عليما على الأورتك فالف اللي هو الصمام الأبهر زيان هاي المنطقة من الصمام هذا هو الصمام الأبهر اللي صاير دائري هاي المنطقة من الصمام الأبهر اللي من الأورتك فالف شنو اسمها اسمها الأورتك سينس اسمها الأورتك سينس وينها الأورتك سينس الاهورتك سنس مقسمه الى رايت والى ليفت خلي نقول هذا حرف الايل والى بوستيريور اوورتك سنس زيان زيان من الاهورتك سنس اسمه من الاهورتك سنس راح يطلع لي شنو شريان من الاهورتك سنس راح يطلع لي شريان اسمه شريان تاجي ايمن رايت كوروناري آرتري ومن الاهورتك سنس اللي هو هذا راح يطلع لي شريان اخر اسمه صمام تاجي ايسر ليفت كوروناري آرتري شوفوا الكوروناري يعني هاي الكلمة كوروناري يعني تاجي كانها كراون تاجي هيش شيء مو تذكرك بيها فهو معناها تاجي فالشريان التاجي الايمن والشريان التاجي الايسر هو سينشأون من الاهورتك سنس فما اريدك تنسها انو اذا سألك منين ينشأ الرايت كوروناري آرتري او الليفت كوروناري آرتري بالامتحان Feuerتك من نانا ينشأ الرايت والليفت كوروناري آرتري من نانا شنو ينشأ الرايت والليفت كوروناري آرتري حس هنا أريدك تركز شوية هاي الصورة هي صورة جانبية للقلب يعني القلب ما أخذي له صورة من جانب زيان شلوها ستتوقف على جانب ويأخذو لك صورة رح يطلع جزء من عندك من الأمام وجزء من الخلف زيان يعني جزء من جهتك الأمامية وجزء من ظهرك زيان فهذا هم نفس الشي القلب رح يكون إلى جهة أمامية وجهة خلفية هنا الأمام ما للقلب زيان اللي هو الأنتيريور ماتة زيان و هنا القلب الخلف ماتة اللي هو خلف هنا اللي هو بوستيريور هاي ما أريدك تدوخ بها القضية زيان آني عندي يا عيني هذا الأورتة رح يطلعون من عنده يعني الشريان الأبهر رح يطلع من عنده الشريان التاجي الأيمن والليفت كوروناري آرتري الشريان التاجي الأيسر الشريان التاجي الأيمن الريت كوروناري آرتري راح يروح للجهة الخلفية ما للقلب يدعمها بينما الليفت كوروناري آرتري راح يروح للجهة الأمامية ما للقلب يدعمها هاي كلش مهمة حلو الليفت كوروناري آرتري الشريان التاجي الأيسر للجهة الأمامية والريت كوروناري آرتري الشريان التاجي الأيمن للجهة الخلفية اللي هي بوستيريور إحنا ما نقدر نعوفهم هيكي يعني نقدر نقول إنه رايت كوروناري آرتري وليفت كوروناري آرتري ونسكت لا شوية أكو بيهم تفارعات زيان أكو شغلات رئيسية وأكو شغلات فرعية الشغلة الرئيسية غصبا عليك لازم تدرسها وتحتاجها زيان هسا هاي إحنا عدنا الكوروناري آرتري مبدئيا الكوروناري آرتري زهنا هذا عدنا الأورتا شوف هذا الأورتا اللي هو هذا هو هنا نمأشر اللي هو منه اللي هو الأبهر اللي هو الشريان الأبهر الشريان الأبهر قلنا راح ينقسم إلى رايت كوروناري آرتري وليفت كوروناري آرتري بس الليفت كوروناري آرتري اللي هو الشريان التاجي الأيسر راح ينقسم إلى فرعين شوف هذا هو الليفت كوروناري آرتري راح يجي هنا ينقسم إلى فرعين هذا فرع وهذا فرع هذا فرع وهذا فرع الفرع الأول هو اسمه سير كونفليكس آرتري زيان Left coronary artery ينقسم الى فرع الفرع الاول اسمه Sir Conflict artery Sir Conflict artery حاول تحفظهن هذا الان الاسماء ادري بيهم جديدات عليك زيان والجزء الثاني هو اسمه Left anterior descending النوب عاد هسا خلصنا عود ما خلصنا المصيبة هاي ما تخلص Left anterior descending مقسوم الى قسميا زيان هذول القسميا هذا قسم وهذا قسم وانا اكتبع راح اكتب هنا سبتل سبتل زيان برانش زيان وداي غونال برانش يعني هذا الleft anterior descending artery اللي يرمزوله شنو يرمزوله L A D لات يرمزوله left anterior descending مقسوم الى قسميا مقسوم الى سبتل برانش وداي غونال برانش احشي لي هاسا عجهالي يسرى ركزدي عليها زيانا شوية الجهالي يسرى left coronary artery الشريان التاجي الايسر مقسوم الى قسميا circumflex artery و left anterior descending artery زيان هذا circumflex artery وهذا left anterior descending left anterior descending من انا باوع له left anterior descending اللي هو هذا انقسم الى قسميا من هذول القسميا السبتل برانش والدياغونال برانش زيان عيني هاي كلش مهمة زيانا هنانا رح نجي اجزاء left coronary artery نفسهم اللي حجيتهم قبل شوية بس على مكتوبين يعني هذا الفرق left anterior descending اللي هو سبتل برانش وداي غونال برانش مثل ما قلت لك و left circumflex artery زيان وهذا طبعا احنا لو نلاحظه هنانا left circumflex artery صاير على جنب زيان يعني غطي الجانب ويدعمه بالدم عدنا بعض القسم اللي هو هذا ما يذكرواه هاي ولا يركزون عليه اصلا يجوز بعض الدكات رما يش اسمه ما يهتمون بي نهائيا بس يكتبوا بما لازمهم واغية اللي هو left marginal artery هو احد ابسام left coronary artery زيان فهذا هو الكلام الان واضح وسهل بس شنو يراد لحفظه شوية ويراد لتعود على المصطلحات الجديدة اللي اللي لا متعود عليها اكو شغلات وكلمات جديدة ما تتعود عليها من مقاوة وحدة زيان بس لو تركز وياي زيادة راح تضبط زيان احنا عدنا نريد كل منطقة من هاي المناطق من left coronary artery نعرف شنو تدعم بالدم يعني يا مكان من القلب تنطي دم زيان اني عندي فتشغلة مهمة كلش لازم تعرفوها زيان انه left coronary artery كلهم 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 كل الفروع زيان موجودين وين موجودين بالانتيريور بارت ما للهارت يعني بالجزء الامامي ما للقلب احنا اخو هذا هو القلب قدامنا يا عيني هذا القلب بس من الجزء الامامي مات رجاء قبل شوي الصور من كان مبين عندك الجزء الايمن والجزء الايسر ديشة كانت صورة ما اخذيها للقلب من جانب بس هاي الصورة ما اخذيها للقلب بس من الامام شلون انت اوقف صفرح اوقف صفرح رح يطلع بس عين وحدة ويلحط خشمك وها هي زيان بس اذا وقفت اقبال الكاميرا والصورة على وجهك فقط رح تطلع كل اجزاء وجهك عيونك اثنين هاي لح سيفق و 이건 يضع من الصفحة الامامية بس الصفحة الخلفية شنو ما تطلع يعني انتيريو لاتريال وميد انتيريور وانتيريو سيبتل وأبكل بارت زيان هذولا أجزاء الوجه الأمامي مالة من أجزاء الوجه الأمامي مال القلب يعني القلب من تباوعها من الأمام راح تشوف هذولا موجودين زيان قلنا إحنا الليفت كوروناري آرتري الشريان التاجي لأيساك راح يكون يدعم يا مناطقين المناطق الأمامية مالة من مال القلب زيان بس الليفت كوروناري آرتري هو أقسام مقسم واحد هو مجموعة من الأقسام فأني هاي الأقسام ما للليفت كوروناري آرتري أريد أنه كل جزء يا منطقة يدعم أول شيء عندنا الساكوم فليكس آرتري غيفز تنطي إتسبلات سبلاي توذا أنتيريو لاتريال باقت احنا قلنا الساكوم الفليكس آرتري راح يكون على جانب فراح ينطي الدمات هنا للأنتيريو لاتريال باقت لاش لأحتى لو ترجع هنا للرسومات شوف الساكوم فليكس آرتري دائم يصير بالجانب كل شي بالطرف السيركونفليكس آرتري ما كانة وين ما كانة بالطرف شوف هذا الليفت سيركونفليكس آرتري صاير بالطرف زين فهاي كلش مهمة انه السيركونفليكس آرتري ينطي الدم للأنتيريولاتري البارت زين بينما الليفت أنتيريور ديسسندين gives its blood supply to أنتيريو سيبتل and أنتيريو أبيكال بارت يعني بالنسبة إلى الليفت أنتيريور ديسسندين آرتري رح ينطي الدعم مال الدمات للأنتيريو سيبتل والأنتيريو أبيكال بارت أوف ذا هارت زين الأنتيريو سيبتل والأبيكال ماكو أنتيريو أبيكال أبيكال بارت أوف ذا هارت زين وراها شنو عدنا وراها عدنا الرايت كوروناري آرتري واللي هو أخير شيء رح نختم به اليوم الرايت كوروناري آرتري هو يعني يرسل يعني يرسل الدعم الدموي مال التألمن للبوستيريور بارت ما للهارت إذن الرايت كوروناري آرتري رح يؤدي الدعم الدموي ما تلي الجزء الخلفي ما للقلب posterior يعني خلفي يعني هو الright coronary artery رح يؤدي الدعم الدموي المل للخلف زين منين يتألف الright coronary artery يتألف من أجزاء هذول الأجزاء ما يعني شفت أكو تعمق بهم ما لازم جامعاتنا كلش خلال المحاضرات الأولى ممكن بالمحاضرات المتقدمة أكو تعمق بس مبدئيا ما أكو تعمق بس أسماؤهم مذكورة زين الright coronary artery هو right marginal artery أقسامه وبوستيريور انترا فينتريكيولر آرتري وسينو آتريال نودل وآتريو فينتريكيولر نودل هذولة السينو آتريال نودل والآتريو فينتريكيولر نودل رح يكون لهم أهمية وين بالكهربائية ما للقلب لما يصير أكون كاردياك سايكل لما يصير أكون نبضة بالقلب مراجعة سريعة للقلب كتشريح الموقع ما تبلسه القلب يعني احنا قلنا متألف هو من شنو من أربع غرف ثنين أذين واثنين بطئين وهذا القلب اللي متألف من أربع غرف بأربع صمامات وهذا القلب اللي متألف من أربع غرف وبأربع صمامات شنو بمجموعة من الشرايين وأبرز شريان درسنا هو هذا الشريان اللي طالع من القلب اللي مد الدم إلى سائر أنحاء الجسم اللي هو منه اللي هو الأورتا الأورتا زين وهذا الأورتا رحنا درسنا وتعمقنا عند الدراسته، رأينا أن طالعت من الأرأة وطالعات Sang구나 يعني طالع من الشريان الابهر الشريان تاجي أيمن typically وتاجي أيثر وقلنا أن السؤال لك من 그때 منع المنشأ مع 지나س dollar ستقل إptions ag runner ومن يعام المنشأ معforder من anger وهذه الشرايين سيبدون الدم للقلب في المناطق الخلفية من حيث الright coronary artery والمناطق الأمامية من حيث left coronary artery كان أكو شوية تعمق بالleft coronary artery ليش لأنه مقسوم إلى circumflex artery وleft anterior descending artery كان إحنا عدنا circumflex artery هذا ينطدم للجانب والleft anterior descending لا تنسى أنه مقسوم إلى septal branch وdiagonal branch وينطد دم للأنتيريو septal والأبكال بارت ما لاتمن ما للهارت هذه هي كل التفاصيل اللي كانت عدنا لهذا اليوم وبهذا الشكل نكون وصلنا للختام نشكركم على حسن المتابعة والاستماع لهذه التفاصيل مع لهذه المحاضرة إن شاء الله تفهمون كل موديول الكارديوباسكولار سيستم اللي راح ينشر على القناة القائمة التشغيل خاصة وأي معلومة أو أي إضافة عدكم ضيفونا إياها وفيدونا نريد طالبي في الطالب وطالبي ينتفع من طالب وأي خطأ أنا سقطت بي سهون بهذه المحاضرة أريدكم أنصححوه إلي بشكل مباشر على التليغرام تراسلوني أو الدزون معلوماتكم وأبكاركم بالقروب مالتنا شكرا على حسن المتابعة والاستماع شكرا على حسن المتابعة والاستماع